السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اعزائنا المشاهدين بشرى لأي رائي بالجنة ان شاء الله سبحانه وتعالى مع رؤية خواتيم صورة البقرة في المنام ولكن ايه السبب وايه تفاصيل الرؤية وهنقول بان اي حد يشوف رؤية في المنام خواتيم صورة البقرة داخل المنام فالرؤية دي هتكون دلالة لي لانه في الواقع بيسير على طريق الهدى وعلى سنة سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام وبالتالي هنا كده الرأي يعتبر من المؤمنين وبالتالي الرؤية دلالة لي على بشرى ليه بالجنة وهنقول ليه بقى هو من المؤمنين لان خواتيم صورة البقرة دلالة على الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن امن بالله وملائكته وكتبه ورسله فيعد من المؤمنين وما فيش مؤمن مش هيدخل الجنة ان شاء الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ادروا اعلم واسعد الله دائما منامكم واشكركم على حسن استماعكم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته